موسيقى جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا بناء وعينا السيسي يؤكد الحاجة لإطلاع الشعب على الحقائق ونشر الوعي للمواطنين القدس الأمريكي الذي آثار احتجازه أزمة ديبلوماسية بين أنقرة وواشنطن يمثل أمام المحكمة في تركيا واستضغوط أمريكية للإفراج عنه الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في فعليات جمعة انتفاضة القدس رفضا للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة العشرة صباحا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت جرانيتش موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إطلاع الشعب على الحقائق ونشر الوعي وتصحيح وتوضيح المفاهيم للمواطنين جاء ذلك في كلمة الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقفية التسع والعشرين للقوات المسلحة تحت عنوان أكتوبر تواصل الأجيال المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقائع الندوة التثقفية التاسعة والعشرين التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات بدأت وقائع الندوة بتوجيه التحية لروح الرئيس البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلين عن إنجازات حرب أكتوبر المجيدة وعبور القناة وتحقيق النصر فضلا عن مشروعات التنمية وجهود الدولة المصرية للعبور الجديد وقد قدم الفريق يوسف عفيفي قائد الفرقة التاسعة عشر مشاه إحدى الفرق الخمس التي عبرت قناة السويس في حرب أكتوبر كتاب الفرقة التاسعة عشر هدية تذكارية للرئيس السيسي كما استعرض البطل محمود محمد مبارك أحد أبطال القوات المسلحة والذي فقد بصره خلال مشاركته بعمليات مكافحة الإرهاب في سيناء العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 استعرض بطولات وتضحيات رجال الجيش المصري خلال معركته ضد الإرهاب عقب ذلك شهد الرئيس السيسي والحضور فيلم تسجيليا بعنوان القرار عن إنجازات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة ومشاهد الوفاء لأبطال القوات المسلحة وعمليات مكافحة الإرهاب الحالية الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال الندوة حملت رسائل عدة للداخل والخارج أوضح خلالها أن مصر فقدت قدرتها العسكرية في عام 1967 لكنها لم تفقد إرادتها حيث تم إعادة بناء القوات المسلحة حسب الظروف المتاحة حينئذ وعشان كده الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي اتحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات بكل المعايير وبكل الحسابات إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاع السبع وستين يأخذ القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة وبالمناسبة لا يمكن أبداً لا يمكن أبداً كان حد حيديكه الأرض إلا بعد مداء تمن الحرب الحقيقة تمن الحرب الحقيقة الرئيس السيسي أكد أن استيعاب المصريين للواقع الذي تواجهه الدولة أمر ضروري وحتمي لإنجاح قرارات التنمية مشيراً إلى أن الشعب يعيش الآن معركة لم تنتهي منذ حرب أكتوبر المجيدة لكن العدو بات غير واضح ولا تزال التحديات التي تواجه البلاد كبيرة وجسيمة المعركة ما انتهتش المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة كان الأول العدو واضح والخصم واضح دلوقتي لا دلوقتي بقى مش واضح بقى معانا وجوانا واستطاعوا بالفكر استطاعوا بالفكر استطاعوا بالفكر أن هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا بناء وعينا اللي أنا باعتبره هو العدو الحقيقي الوعي المنقوص أو الوعي المزيف اللي كتير بيحتاج مننا مش بس على مستوى النخب أو المفكرين والمثقفين والإعلامين حتى على مستوى ناس أكبر من كده إنهم إذا كانوا مهتمين بحفظ البلد دي وحمايتها إنهم يدركوا السورة الكلية للواقع اللي احنا فيه وحذر الرئيس السيسي من خطر زيادة السكانية التي تمثل تحدي كبير أمام الدولة المصرية وقد كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة وأبطال حرب أكتوبر جنبا إلى جنب مع أبطال العملية العسكرية الشاملة سيناء كان من بينهم اسم اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف صاحبوا فكرة هدم خط برليف باستخدام المياه وقد استكملت الندوة التثقيفية فعالياتها بفقرة فنية غنائية قدمها كورال أطفال وشباب أكاديمية الحلم وعدد من الفنانين وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة قرارات تقنين أوضاع الكنائس تولى تلك اللجان متابعة استفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واسترداد حق الدولة وخلال اجتماعا للجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة مدبولي تم الاطلاع على نتائج التقارير المتعلقة بالكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها حيث تم الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ليبلغ بذلك عدد الكنائس التي وفقت أوضاعها إلى 340 كنيسة تعرض وزيرة الاستثمار صحر نصر اليوم خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية في بالي انجازات مصر في مجال التنمية وذلك خلال مشاركتها بجلسة عن أهدف التنمية المستدامة بحضور أنطونيو جوتاريش أمين عام الأمم المتحدة من المنتظر أن تقوم وزيرة الاستثمار بوصفها رئيسا للتجامع الافريقي لعام 2018 بعد ما قامت به مصر خلال العام الجاري لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الافريقية وغالها أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي كما تقوم بتسليم رئاسة التجامع الافريقي للعام المقبل إلى غانا من المقرر أن تشارك نصر أيضا في الاجتماع الوزري الذي سيعقده رئيس البنك الدولي حول دعم التغيرات المناخية أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أن عدد المترددين على مراكز إجراء المسح الصحي لفيروسي والأمراض غير السرية في محافظات المرحلة الأولى التسعة بلغ مليوني مواطن خلال عشرة أيام النهاردة بنعلن وصول اليوم العاشر من الحملة ل2 مليون 75 ألف 256 مواطن تم الكشف عليهم في فيروسي والأمراض غير السرية السكر والضغط والسمنة بمعدل 76% من مستهدف مشاركة الإناس 57% مقابل 43% ذكور تعد محافظة القليوبية من أوائل المحافظات التسعة المنطب المسح الطبي لفيروسي والأمراض غير السرية التي تشهاد إقبالا متزايدا من المواطنين منذ بذء الحملة وحتى اليوم فهناك أكثر من نصف مليون مواطن بالمحافظة تم عمل المسح الطبي لهم من مستهدف ثلاثة ملايين نسمة أكثر من ألفين مواطن تحليلاتهم طلعت من المعامل المركزية بيتوجهوا حاليا لأربع أماكن تابعين اللجنة القومية للفيروسات عشان يبدأوا في تلقي العلاج عندنا المرضى الأمراض غير السرية بيتحولوا إلى تسع مستشفيات عندنا في محافظة الألوبية من ملاكز تقديم الخدمة 250 مكان دولت بيطلع منهم المرضى إلى تسع مستشفيات إحالة لإعادة الفحوصات وإعادة الكشفات لمرضى الضغط والسكر والسمنة وتلقي العلاج مباشرة دعم اللجستي موجود من الوزارة والمدرية متوفر كل حاجة الكواشب بتاء الفيروس متوفرة شرائط السكر وأجهزتها وبطرياتها متوفرة المستلزمات مكافة العدوى من الجوانتيات واللزقات الطبية والمساحات القهلية وكله متوفر عملية المسح تخضع لإشراف طبي وفقا لمعايير الجودة العالمية من خلال توفر المستلزمات الطبية أو الكوادر المؤهلة لعمليات المسح الطبي بالمراكز الصحية كافة قمنا بتجهيز الأماكن الخاصة بالحملة هنا في الوحدة وقمنا بتدريب جميع الطاقم الموجود في الوحدة من أطباء وتمريض وكتبة ومدخل بيانات وبدأنا نعرف الناس ونبعث الرائدات الموجودين في المكان يعرفوا الناس في البلد إن فيها حملة تبدأ 1 أكتوبر كارت بيطلع مع المريض ياخده كل بياناته إذا كان إيجابي الجهاز بيطلعه إذا كان المستشفى اللي يتحول فيها بالموعيد وبالتاريخ وكل حاجة تابعه وإذا كان سلبي بيتختم معي ويتفضل يبقى حاجة رسمية من الحكومة إن هو سلبي فيروس تي فيه انفكشن كنترول طبعا فيه جلافز بيتغير لكل حالة فيه الباسكت كل الباسكت بيترمي فيها الحاجة الكاشف بيترمي في حاجة والقطنة اللي فيها دمته ترمي في حاجة كل معاييرهم موجودة إقبال واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من خدمة صحية على مدار الساعة بلد صغيرة بلد كبيرة كل الناس يعني الحمد لله ستجابت وبتدع للرأي السابع على اللي هو بيعمله أنا جت حللت هنا وفيه نظام كل حاجة جدت دخلت واخدوا البنام بتاعتي وبعد كده أمت جاي مستنى برا ما فيش تلات أربعة دعائق وقديني الكارت جت حللت ونتيجة بنات حمد لله تمام أنا حللت فيروسي ودخلت والحمد لله على طول خلصوا لي الإجراءات مبادرة 100% وربنا يكتر من أمثاله لعلاج الشعب المصري مع إقبال المواطنين على المراحز الطبية المنوطة بمبادرة الرئيس تتوفر كافة المستلزمات والإمكانيات المتضمنة عملات المسحو الطبي وفق خطة ممنهجة أعدتها وزارة الصحة لتحقيق الهدف المنشود بخلوم مصر من غير السين محمد حلمي أني إلا التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين نعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ الأسباكستاني بمقر البرلمان الأسباكي في العاصمة تشكان كما التقى شيخ الأزهر الشريف رئيس جمهورية أسباكستان شوكت مردائيف تلبية لدعوته وأعرب شيخ الأزهر خلال اللقاء بقصر الرئاسة في العاصمة تشكانت عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي وجهها إليه مردائيف لزيارة أسباكستان بدوره أشار رئيس أسباكستان إلى أن شيخ الأزهر يمثل رمزية كبرى في العالم الإسلامي ويقوم بدور بالغ الأهمية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام هي المحطة الأولى في زيارة الإمام الأكبر لجمهورية أسباكستان وإحدى أهم المؤسسات العلمية والدينية أكاديمية أسباكستان الإسلامية الدولية وعقب جولة للتعرف على أنشطة الأكاديمية بدأت جلسة لبحث أوجه التعاون المشترك تم الاتفاق فيها على تخصيص ما بين 10 إلى 20 منحة للطلاب إلى جانب استكمال الدراسات العليا بجامعة الأزهر وتدريب الأئمة المجال الثاني الذي يمكن أن يساعد فيه الأزهر هو تدريب الأئمة مشكلاتنا اليوم ظهرت في تسلل نوع من الأئمة لم يدرسوا العلم دراسة صحية وإنما درسوه دراسة موجهة للأسف الشديد منذ البداية ومرتبطة بأجندات يعاني منها المسلمون الآن شرقاً وغرباً نحن لدينا برنامج خصصناه لمعالجة هذه السلبيات القاتلة التي نتجت عن انحراف كثير من الدعاء في فهم الدين وسقوطهم في براث التضرف والتشد تأهيل الآئمة وتعليم الطلاب كانت بداية للتعاون المثمر يجمع الأزهر الشريف والأكاديمية الإسلامية وتأتي زيارة الإمام الأكبر لتدشين مرحلة جديدة في نشر الفكر الوسطي فرحانين جداً بزيارة فضل الإمام الأكبر لأوزبكستان وإلى أكاديميتنا الإسلامية والأهمية كبيرة جداً لأن الأزهر نحن نعرف دور كبير في الخضارة الإسلامية والعلم الإسلامي ونحن نعمل نود أن نطور علاقتنا مع جامعة الأزهر ومجمع الأزهر في جميع المجلات التعاون وخاصة في تعليم وتبادل الخبراء وتبادل الأسادزة وتبادل الطلاب تعاون أثمر عن توقيع مذاكرة تفاهم بين جامعة الأزهر والأكاديمية الإسلامية بموجبها يتم فتح المجال لتعليم الطلاب وتبادل الخبرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة الأسهر الشريف كما تعلمون من أكبر وأقدم الجامعات في العالم ولديها خبرة كبيرة بإمكاننا أن نستفيد منها في تربية أولادنا وفي تربية طلابنا في جو من التصامح الديني والإنساني ويأتي منح الإمام الأكبر درجة الدكتورات الفخرية تقديرا لجهوده المستمرة في نشر السلام ودعم منهج الوسطية في شتى بقاع الأرض نجاح للأزهر الشريف نتيجة لمجهودات تبذل على مدار الساعة ولمد جسور السقة والتعاون المثمر مع كافة المؤسسات العلمية والدينية في مختلف أرجاء الأرض تكريم المستحق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نتيجة لجهود حقيقية لأحلال السلام العالمي في شتى ربوع العالم من أزباكستان حماد العربي التلفزيون المصري بدأت في تركيا جلسة محاكمة القص الأمريكي أندرو برانسون الذي آثار احتجازه ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن كان برانسون يشرف على كنيسة صغيرة بروتستانت في إزمير ومنذ نهاية يوليو فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمة الإرهاب والتجسس يطالب محامي برفع الإقامة الجبرية عنه وإجراءات منع مغادرته للبلاد وفرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على تركيا على خلفية قاضية برانسون الذي اعتبره الرئيس الأمريكي رهين لدى تركيا يستعد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في فعليات جمعة انتفاضة القدس رفضا للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعليات مسيرات العودة التي ستنطلق اليوم في مخيمات العودة على الحدود كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أن أجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة بلغ 198 شهيدا بينهم 37 طفلا وأوضحت الوزارة أن عدد الجرحة وصل إلى 22267 جريحا لمزيد من المتابعين نضم إلينا عبر الهاتف من غزة دكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجماعة الأزهر دكتور مخيمر توقعات حضرتك لنتائج فعليات جمعة انتفاضة القدس والتي يستعد الفلسطينيون للمشاركة فيها رفضا للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة كما تعرفون هناك مسيرات فلسطينية بدأت في الثلاثين من سهر مارس الماضي قبل ستة أشهر هذه المسيرات تحتج على الحصار الإسرائيلي أفضال الذي يخلح 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وعدى إلى مستويات غير مصدوقة من البطر والبطالة ونقص التهرباء ونقص مياه الشرب وحتى تدهور الأوضاع الصحية وأعتقد بأنه هناك إصرار من جانب الفلسطينيون وخاصة من جانب حرفي الحماس على دفع مزيد من الفلسطينيون هذا اليوم للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار وخاصة بعد الإساعات التي تترثت في قطاع غزة في المحماس سوف تخصف من الضغط على الحدود الشرقية بعد قيام قطر في شراء الوقود لمحطة السهربة في قطاع غزة وهناك كذلك خطة لدفع 150 مليون دولار قطري من أجل دفع رواسط ونقص في حماس بقطاع غزة وهذه السائعات تترثت بأن هذا المعنى القطري من الممكن أن يؤدي إلى تخصيف خدفة المواجهات بين الفلسطينيين والاحتنال الإصبعيلي على الخدود الشرقية لخطاع غزة نعم شكرا دكتور مخيمة الأبو سعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر كان معنا من غزة عبر الهاتف أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونروا عن قلقها بشأن خطة إسرائيلية لغلق عملياتها في القدس الشرقية المحتلة وقال المتحدث باسم الأونروا في القدس سامي مشعشة إن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها للفلسطينيين في المدينة المقدسة على وقع الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن قلقها بشأن خطة لرئيس بلدية القدس المحتلة تشير إلى إغلاق عملياتها في المدينة والأسبوع الماضي قال رئيس بلدية القدس المحتلة إنه وضع خطة لإنهاء عمليات أونروا في المدينة المقدسة واستبدالها بخدمات إسرائيلية تقدمها البلدية المحلية المتحدث باسم الأونروا في القدس المحتلة قال إن المنظمة ستواصل عملها وأكد أن دور الأونروا أساسي للفلسطينيين في القدس المحتلة كونهم يدفعون ضرائب ولكنهم لا يحصلون إلا على نزر يسير من الخدمات من بلدية الاحتلال يدفعون ضرائب ولكنهم يحصلون على نزر يسير من الخدمات وبالتالي الدور الوكالة هنا أساسي لأنهم يحتاجون هذه خدمات في غياب الخدمات المتكاملة من البلدية وبالتالي بالرغم الأزمة المالية الوكالة تريد أن تبعث برسالتين مهمتين فيما تعلق وجودها في القدس أولا استمروا في بعث أبنائكم إلى مدارس الوكالة استمروا في الاستفادة من خدمات الوكالة الصحية والإغاثية والجانب الآخر أنه بسبب الأزمة الولية بعض من خدماتنا تهالكت مدارسنا بحاجة لسيانة عياداتنا وبعض الخدمات الأخرى وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتقدم ويدعمون وجود الوكالة في القدس أيضا رفض لاجئون فلسطينيون في القدس الشرقية يتلقون مساعدات من الأنروا رفضوا تصريحات رئيس بلدية الاحتلال بشأن استبدال خدمات الوكالة بخدمات البلدية أنا حابب الأنروا أحسن من البلدية لأن البلدية ما تشتغلش حتى بشعفات فيش محسوم فيش وبأخذوا أرنونة وماي وبشتغلوش اللازم على الشعفات وبيت حنينة وتساعد أنروا الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم في حرب قيام إسرائيل عام 1948 والملايين من أبنائهم وأحفادهم وتواجه المنظمة أزمة مالية حادة منذ وقف الولايات المتحدة مساعداتها للوكالة في شهر أغسطس الماضي ترجمة نانسي قنقر أفاد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن روسيا طلبت من القوى الغربية إخراج عناصر الخوذ البيضاء من سوريا وقال مندوب روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو إن وجود الخوذ البيضاء في سوريا هو مصدر تهديد إلا أن واشنطن وباريس ولندن ردت بأن تلك الاتهامات خاطئة ولا تعتبر روسيا أن عناصر الخوذ البيضاء في مناطق المعارضة يعملون بصفاتهم مسعفين وقد وجهت إليهم مرارا في السابق اتهمات بالارتباط بجماعات إرهابية وفق مجلس الأمن الدولي على تمديد أخير لمهمة بعثة حفظ السلام في منطقة أبي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لمدة ستة أشهر قرر المجلس تحذيرا سابقا من أن الوضع في أبي لا يزال يمثل تهديدا خطيرا على الأمن الدولي ودع البلدين إلى أحراض تقدم ملموس حول ترسيم الحدود والمراقبة وسواها من القضايا المهمة كانت السودان وجنوب السودان قد اتفاقت منذ سنوات على اتخاذ خطوات لإقامة هيكل إداري لهذه المنطقة ولكن مجلس الأمن عندما جدد مهمة البعثة في مايو الماضي أعرب عن خيبة أمل لتعثر إتمام إقامة الهيكل الإداري بتلك المنطقة أعلنت الخارجية الروسية عن احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في 11 نوفمبر القادم في باريس وأضحت الخارجية الروسية أن موسكو منفتحة للنقاش مع واشنطن في مجمل القضايا الثنائية بين البلدين وأشارت إلى أن روسيا مستعدة للنظر في مكان وزمان تنظيم اللقاء حال مشاركة الرئيسين في الاحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى تحتفل بريطانيا اليوم بزفاف الأميرة ديوجيني حفيدة الملكة إليذيبس في ثاني حفل زفاف ملكية في قلعة وانسور هذا العام بعد دخول ابن عمها الأمير هاري القفص الذهبي مع زوجته ميغان يوجيني البالغة من العمر 28 عاما هي الابنة الصغرى للأمير أندرو ثالث أبناء الملكة وترتيبها التاسعة في ولاية العرش وستزف اليوم إلى جاك بروكسبانك البالغ من العمر 32 عاما في قلعة وانسور غربي لندن وستجرى المراسم في كنيسة القديس جورج التي تقع داخل قلعة وانسور وتعود للقرن الخامس عشر وسيكون العرسان بجولة مفتوحة في المدينة وقال القصر أن الأميرة شارلوت ابنة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ستكون وصيفة للعروس وذي لقطات حية من هناك ختما لنشاطنا هذا تذكير بهم العنوين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا بناء وعينا السيسي يؤكد الحاجة لإطلاع الشعب على الحقائق ونشر الوعي للمواطنين القصو الأمريكي الذي أثار احتجازه أزمة ديبلوماسية بين أنقرة وواشنطن يمثل أمام المحكمة في تركيا واستضغوط أمريكية للإفراج عنهم الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في فعاليات جمعة انتفاضة القدس رفضا للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة وصلنا إلى ختم نشرتنا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء